مركب ديبلوماسي جديد لسفارة الأمريكية بالرباط تم اليوم إعلان انتهاء الأشغال من تشييد هذا المشروع والذي يعكس أواصر الصداقة التاريخية والعلاقات المتميزة القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب هذا المشروع يعتبر من أهم السفرات في العالم من النوعية والجودة في التنفيذ وأنا كتير فخور فيها كما ذكرت في السابق المشروع كان لازم يأخذ ثلاث سنوات أخذ معنا سنتين وثمان شهور وفرنا أربع شهور بسبب العلاقة الحميمة مع الحكومة الأمريكية مع الحكومة المغربية ومع الولاية والبلدية والأربان ديبلوبمنت كان في عنا كتير تعاون المركب الجديد الذي تم وضع الحجر الأساس لبنائه في فبراير سنة 2012 يجمع بين الأصالة والمعاصرة المعمارية ويأخذ بعين الاعتبار احترام البيئة وتم الانتهاء من تشهيده قبل أربعة أشهر من الأجال المحددة لها في ظل التعاون الذي أبدته السلطات المغربية مع مصالح السفارة نحن جد سعداء بتشهيد هذه البناية أظن أن هذا يعكس أواصر الصداقة التاريخية المتينة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وبالموازات مع ذلك نذكر بكل الجهود التي بذلناها معا لتمتين هذه العلاقات ونتوقع التزاما من طرف زملائنا هنا بالسفارة لتعزيز العلاقات الثنائية أكثر بين البلدين البناية التي تتكون من ثلاثة طوابق تم تزيين مختلف وجهاتها بالعديد من المواد من صنع مغربي كالزليج والرخام كما أن بناء المركب اعتمد آخر التكنولوجيات في مجال احترام البيئة بما أن المياه العادمة تتم إعادة تدويرها بعين المكان وتراعي عقلنا تستهلك الطاقة